وجه احد القضاء الاسبان اتهاما لانياكي اردانجارين زوج الاميرة كريستينا الابنة الصغرى للعاهل الاسباني الملك خوان كارلوس بارتكاب مخالفات خلال ادارته لمعهد نوس الذي ترأسه بين عامي 2004 و2007 وامر القاضي خوسي كاسترو المسؤول عن قضية الفساد التي يطلق عليها اسم بالما ارينا باستدعاء انياكي في السادس من فبراير شباط المقبل كمتهم في القضية هذا عار فعلا فعلى جميع من ينتمي للعائلة المالكة ان يحترم موقعه ويتصرف بطريقة لائقة محبتنا للملك لن تتغير ولكن المشكلة انه لن يعيش معنا للابد وكان القصر الملكي قد قرر في الثاني عشر من الشهر الجاري استبعاد انياكي من المشاركة في الانشطة الرسمية ولكنه طالب في الوقت نفسه باحترام امكانية براءته من التورط في التهم الجاري التحقيق بشأنها ترجمة نانسي قنقر